موسيقى بنفس الاسلوب اللي عملنا في الحلقة اللي فاتت هاي جي بقى المراضي برضو احاول دوت لإدارة بالبولي افتكر تاني بعدها لك عشان مهمة موضوع التبوليجي ميسج لو جيت هنا زوت انك بتعمل بولي سيلكت وجيت ترجع عند البات او اي ان كان هاديك الميسج بتاعة الايرو ديت او انك ممكن ديبع عندك ريزولت مش مفهوم اقفل ودايما اتعامل باسلوب انك لما توصل لما حال انك مش هترجع تاني السيجمينت او الديتيلز بتاعتك واتكليك وحول على طول لإدارة بالبولي بالشكل دوت دلوقتي بقى كليك عليه عايز اعمل زي ما عملت في الحلقة اللي فاتت اكستود لجوه بس عايز اعمل قدامه كمان طبق زرز يعني يكون عندي الفرين بتاع الصورة ديت او اللوحة اللي بتعلق كمان لإزلاس كواجهة يبقى في الحلقة دي زي ما عملت كليك على البرجوم مني هنسيلكت كليك على دوت الوجهة هات هنا الانسة وشيفت مع الكليك وعندك هنا شوف القيمة اللي انت عايزها 0.5 دوس على انتر هو دوت دوس اوكي بشكل دوت اللي قدامك وهو لسه سيليكت عايز اعمل واحد تاني منه عشان نفس الحجم بتاعه هيكون ازاز فهاجي هنا عندك الدي اتاتش كليك عليه بشكل دوت تعال هنا سميه جلاس دوس اوكي بس كده يبقى دلوقتي حتى لو انت مش شايفه او مش قدي تجيب سيليكت عليه لو دست على الدي بالبولي كليك من هنا جبت الجلاس او لو تهتف موضوع انك تجيب الجلاس اللي انت لسه عامله عندك من السينيك سيبلو الجلاس اهو دوس على الالت كيو عشان يكون ايزاليت خلي اللون بتاعي يكون حاجة تانية مميزة شوية خليه قزق مثلا اوكي بشكل دوت دوس على الالت كيو تاني بشكل دوت طبعا هو لسه مش ظهر عشان ده مع نفس الادج اللي قدام بتاع البولي جون بشكل دوت دي مش مشكلة يبقى دلوقتي انت عملت اللي انت شايفه دوت عملت بولي جون لوحده وعزلته وديته اسم تاني والحلقة اللي جاي بقى هنعمل اللي هو التكويف لجوه بالنسبة للفريم ونعمل ثيكنس بالنسبة للإزاز اشتركوا في القناة